بس أنا أعتقد أن الحياة تحد أفريقي في قسمة كبيرة جداً ومبارح هي كابتن محمود الخطيب وجوده في المنصة يلي تجيبونا صورة منها طب شفت مبارح لا طبعا كابتن محمود الخطيب وقف مع متسبي وإنفنتينو بلوم تسنوت فير وهنعرف الضحايدات اللقطة دي والمنصة والناس اللي كانت وقفة على المنصة ما دي الحقيقة يعني أنا 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 توقعت توقعت أنه كابتن محمود الخطيب ما يطلعش لكن طبعا كابتن محمود الخطيب عنده برضو الحقيقة كابتن محمود الخطيب طبعا دي بتاعت إنفنتينو وصل لجنبي ده اسمه ده ده من الكاميرون نائب رئيس الاتحاد الأفريقي كاميروني يعني أول واحد على الشمال ده نائب رئيس الاتحاد الكاميروني قبل سامول إيدته وده إنفنتينو طبعا الخطيب حقيقة كابتن محمود الخطيب أنا سعيد جداً إنه قاله وده مهمة جداً عشان هو يحس الفساد اللي موجود فقط ويقول كمان ولي متسبي وهو طبعا أكيد برضو ما عرفش متسبي وقابله متسبي هنا وده رئيس نادي الودات فأنا بعتقد إنه حقيقة كابتن محمود الخطيب طلع وقال الكلماتين دي توري قد إيه إحنا كنادي أهلي عندنا كبرياءنا وعندنا شموخنا مش عشان خسرنا مباراة نفتر كل الأمور الخاصة بالفير بلاي وليه هذا الحقيقة بنحقيقة لك كابتن محمود الخطيب بس أنا الحقيقة بحقيقة أكثر إنه ما عادش معهم في نفس المنصة بحقيقة أكثر إنه المنصة دي بيقعد فيها رئيس الاتحاد أيوة رئيسي الناديين الواصل النهائي مع رئيس الاتحاد الأفريقي مع رئيس حاد الدولي مع حقيقة وجوده في عدم وجوده في هذا المكان هذه الرسالة واضحة على عدم الحيادية وعدم والظلمة اللي واقع على نادي الأهلي وبالغم بذلك إحنا ما نصحبناش ما توترناش ما قولناش من نادي الأهلي كذا كذا كل الأمور إحنا وصلنا رسالة عن طريق قرتي محمود الخطيب إنه إحنا زعلانين من اللي حصل وده مش فار لكن هيحصل إيه بعد كده؟ هعملوا إيه بعد كده؟ ده السؤال يعني أنا بسأله وده كان كلام مهمة كبشطة الحاجة وتقول وهم قاعدين في المنصة أو في المأسورة الرئيسية مفروض رئيس الاتحاد الدولي مع رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس النادي الأهلي رئيس النادي الويداد وكابتن انتنع عن جلوس معهم وفضل يقعد مع ده مجلس دارة النادي الأهلي أقول دي أنا بحييه عليها بقولك رسالة واضحة رسالة صامتة بحيث إنها استطاعت هذه الرسالة أن توصل لكل العالم إنه هي رئيس النادي الأهلي غير راضي عن ما حدث وعلى ذلك حضر واستكمل هذه البطولة ونجحها يعني خلها بطولة ناجحة بكل المقيس لأنه النادي الأهلي بوجوده في هذا المكان بهذا الشكل وفي نهاية كبيرة بالشكلة ده بيحضروا رفيفة برئيسها ده بوري النادي الأهلي بيحافظ برضه على الشكل الاتحاد الأفريقي وعلى حيئته وعلى كيانه كان ممكن حصل حاجات كديرة جدا لو حصل أي حاجة تانية كان ممكن تخلي الاتحاد الأفريقي في موقف صعب جدا لو نادي الأهلي كان رفض إنه يلعب المبارد إلا في أرض محايدة وده كان من حقه بس هي الكاس أو المحكمة الدولية ما أنصفتناش وعديتنا مرة أخرى وقالت إنه المعايير اللي تمت عليها والبروسيدجا اللي اتعمت عليها الحقيقة التحديد الملعب كانت مشاة طبقا لخطارات مرسلة للاتحادات وطبعا اتحادنا الحقيقة ما كانش حقيقة على قدر كبير جدا من المسؤولية وأتمنى إن من الموضوع ده يعني لم يتكررش مرة تانية إن شاء الله